بيبتدي في المناء النهاردة مع أصحاب البيت دول اللي بيجهزوا نفسهم ورايحين أجازة وعلشان كده بيسيبوا أكل بزيادة للحيوان الأليف بتاعهم يكفي لحد ما يرجعوا أول لما بيمشوا بيخرج الحيوان ده واللي بيطلع الفارودي واللي عايش حياته بالطول والعرض في البيت بيقوم يلبس وبيجهز عربيته علشان هو كمان ياخد رحلة في البيت بيلعب وبيقض يومه زي ما هو عايز وفي الآخر بيرجع البيت زي مكان وبيرجع تاني المكانه بيسمع صوته هو بيحاول ينام ولما بيقوم يشوف الصوت ده بيلاقيه فار تاني جاي من المجاري عن طريق الحون طبعا الفار التاني ده لما بيشوف الآز اللي رودي عايش فيه ما بيرضاش ان هو يمشي وبيقرر ان هو يقعد معه في البيت رودي ما كانش عارف يخليه يخرج ازاي فبيجيله فكرة بيقول له علشان تفضل هنا لازم تستحمى علشان ريحتك مقرفة وبياخده على القعدة بتاعت الحمام وكان نفهمه ان هي عديد جاكوزي اللي هو هيستحمى فيه بس الفار التاني تلع صايع وفهم كل حاجة فزقه هو رودي وسحب الماء عليه بيعوم رودي في مواسير الصرف الصحي لحد ما بيقع تحت في البلاعة بيسمع صوت جاي من بعيد وبيروح عليه وكان مفكر نفسه انه اخيرا هيخرج من المواسير دي بس ساعتها بيقع رودي في مدينة كلها فران وبيقابل فار زابط واللي ما كانش مرتاح له لما عارف انه هو من برى المدينة بس علشان ما كانش يعمل اي حاجة غلط بيسيبه بيقابل في الشارع فار بيعمل اكل وبيحكي له حكاية الفار بيقوله ان اللي ممكن يحلله مشكلته دي ويرجعه بيته فارة اسمها ريتا وعندها مركب بيوديه لحد هناك وبيسيبه وهو بيقدر ان هو يوصل لريتا بس اجبتك يا عبد المعين لا ان ريتا اصلا عندها مشاكل كتير وان فيه فران بيجري وراها وعايزين يخلصوا عليها بس رودي بيستخدم زكاءه وبيسلمها ليهم وبيقدر الفران التانين ان هما يمسكوهم هما الاثنين بيعرف من كلامهم ان ريتا سبعت منهم يقوتا وان هما بيجري وراها علشان كده بياخدوهم هما الاثنين وبيروحوا الرئيس للاصابة اللي هو الضفدع ده رودي بيحكي له حكايته وبيعرفوا ان هو كان عايش مع بن ادمين وفي منطقة راكع جدا كمان تعتبر يعني منطقة ملكية الضفدع بقى بياخد رودي ويفرجوا على المقتنيات بتاعته علشان يعني يقول له ان مفيش حد حسب من حد بس بغباؤه بيوقع رودي تمثال من بتوعه واللي بيضمر للمكان كله وراه طبعا ساعتها الدفدع ده بيتدايق وبياخد رودي وبيبقى عايز ينتقم منه وعايز يجمده زي بقية الفران دول وفعلا بيحطوا مع ريتا في نفس الكوباية اللي هيجمده فيها بس هي بقى كانت نصحة قدرت ان هي تفك نفسها وحولت غاز التجميد ده البرة لرجالة الدفدع اللي الجمده هما لما بيرجع الدفدع بيتفاجئ ان رجالته هما اللي تجمده وان ريتا ورودي هربوا وكمان معهم اليقوطة اللي هو بيدور عليه بيقدروا يهربوا هما الاتنين بالرغم من غباء رودي واللي كان كل ما من حاجة يبوزه وقطع لريتا الحزام بس اتصرفت هي وربطت البنطلون بتاعها بكابل كهرباء في المركب بيتخنقوا سواء وبسبب كده اليقوطة بتطير ورودي بيمسكها بيحاول يفهمها ان دي مش حقيقية ومزيفة بس هي ما كانتش مصدقات وعلشان يثبت لها ام كسرها خالص واللي طبعا لو حقيقية ما كانتش تكسرت كده ريتا كانت زعلانة لان اليقوطة دي كانت امالها الاخير هي وبابها واخوتها وخصوصا ان بابها اتكسر وهو بيجيبها وبتقوله ان هي وقعت من تاج الملك عليهم في المجاري رودي بيعرض عليها صفقة بيقول لها ان هي ترجعه للبيت تاني وهو هيديها واحدة حقيقية من بتوع الناس الاغنية اللي هو عايش معاهم بنروح للدفدع رئيس الاصابة وهو بيتكلم مع اطفاله وبيقول لهم ان هو هيخلص على الفران الاغبية دول اللي بيشتغلوا معاه بس هو مستني يوصل بس اللي هو عايزه لقاهم في الوقت اللي بيدخل الفران دي وهو بيخبي الاطفال بسرعة كانوا جايبين له باقية اليقوطة المكسورة وهو بيبقى متعصب وبيقول لهم ان المهم دلوقتي كابل الكهرباء اللي ريتا اخدته علشان من غير الكابل ده مش هيعرف ان هو ينفذ الخطة بتاعته وانه عايزه علشان يتفرج على نهاء كاس العالم في الوقت اللي ريتا كانت رايحة ومعاها رودي على البيت عندها علشان تجيب خريطة تعرف بيها ان هي ترجعه للبيت هناك بيشوف اهلها واخواتها الكتير دول وهم لما بيشوفوه بيفتكرون ان هو العريس اللي جاي يتقدم لريتا واحد من اخواتها بيشوف صورته وبتعرف عليه ان هو دون اللي عمل المشاكل مع الدفدع رئيس الاصابة وردي كان بيساعد ويدخل اطباق العاشة بيسمع ريتا وعليتها وهم بيقولوا ان هم يسلمون الدفدع لانه اكيد عايزه بعد ما كسر له اشياءه وياخده منه مكافئة كبيرة بقى يتعايشهم كويس طول حياتهم طبعا رودي اول ما بيسمع الكلام ده بيهرب على طول وبياخد المركب بتاعت ريتا معاه وفي الطريق بياتصل على البيت بتاعه وبيرد عليه الفار للرماف المجاري بيفهم ان هو باهدي البيت خالص وشقل بحاله بس شوية والتليفون بيعمل والمركب بتعطل وريتا كمان بتوصل بيقول لها ان هو اسمحها هي و اهلاها وهم بيتكلموا بس هي بتعرفوا ان دي كانت خطة اخوها وان هو بس اللي كان عايز يعمل كده انما هم ما وفقوش بيقرروا ان هم يكملوا اتفاقهم وريتا ترجعوا للبيت بس شوية والفقران بتاع الدفدع دم ان كانوا وصلوا لهم بيقداروا لتاني مرة ان هم يهربوا منهم ويرجعوهم للدفدع بيد ورا ويد قداء ساعتها الدفدع بيرجع للدفدع ابن عمه ده واللي المفروض ان هو يعمل الفشل فيه رجالة والفران وهم بيتكلموا وبنعرف ليه ان الدفدع ده بيكره الفران وبيحكي ان هو كان عايش حياة جميلة في قصر باكنجهام كان حيوان اليف لطفل اسمه شارلز واللي كان بيحبه جدا بس في يوم جاله فرق اليف هداية فحبه اكتر منه وتخلص من الدفدع بياخد بعدها ابن عم الفريق بتاعه وبيروح ورار ريتا ورودي بيقدر ان هو يصلهم فعلا على المركب وبيطلب منها كابل الكهرباء وتقدر ريتا بحيلة زكية انها تشبك الدفاضع دي كلها ببعض برا المركب وبيفضل رئيسهم على المركب وبيفضل يتخانق مع ريتا ورودي المركب كان في طريق ان هو يقع في بلعة كبيرة وكلهم يموتوا وبيتقلب المركب فعلا وهو متشعلق كده الدفدع بياخد الكابل وبيزقهم علشان يغرقوا مع المركب بس رودي بيتصرف بيمسكوا هما الاتنين في كيس علشان يطيروا بيه وريتا بتاخد الكابل تاني من الضفدع بيفضلوا طايرين بالكيس لحد ما بيوصلوا للبيت بتاع رودي وقدروا ان هما كمان يدخلوا من مدخانة البيت رودي طبعا ما كانش مصدق نفسه وكان فرحان جدا وبينفز وعده ريتا وبيديها جوهرة عن بطوع اصحاب البيت وبيديها واحدة كمان بدل مركبها اللي غرقت ريتا بتطلب منه ان هو يفرجها على البيت الجميل ده قبل ما تسيبه وفعلا بياخدها بالعربية لفة في البيت بتعرف ان رودي عايش لوحده في البيت ومعندوش الى زيها بتسيبه بعدها ريتا مع الفرد تاني احد تاني ده وبتمشي وهو كان زعلان او ان هي ماشي بعدها بيلاقي الفرد تاني بيتفرج على النهائي وعمال يأكل ويشرب في الببس وبيقول له كمان ان هو شرب كتير واكيد هيدخل الحمام مبين الشوتين بيجمع ساعتها رودي الخطة بتاعت الدفدع والكابل اللي هو عايزه والمباراة النهائية اللي عايز يتفرج عليه واللي اكيد الناس كلها هستنى لفاصل ما بين الشوتين وهيدخل الحمام وبيفهم ان الدفدع هيستغل كمية المية دي كلها اللي هتبقى ما بين الشوتين ويشيل الحاجز اللي ما بين مية الصرف ومدينة الفران علشان يغرقهم كلهم ان زي ما قلنا هو بيكرههم جدا بيكرر ساعتها ان هو يروح علشان يحظر ريتا اللي اكيد الدفدع مش هيسيب الكابل معاها بيطلب من الفرد تاني ان هو ياخد باله من اصحاب البيت وانه كمان ينزلوا تاني في المجاري علشان يلحق مدينة الفران وفعلا زي ما توقع بيكون الدفدع مسك ريتا اخد الكابل وبيحاول يرفع الحاجز بتاع المية ومدينة الفران بيوصل رودي وبيشوف ريتا ما هي متعلقة والفران كلهم مشغولين بالمطش بيحاول يطير ببلونة وينقذ ريتا بس الدفدع بيشوفهم ويمسكهم تاني بيقولهم ان هو فعلا عايز يتخلص من الفران دي كلها وانه هيخلي اطفاله اللي كان مخبيهم دول يقعدوا في المدينة مكانهم ريتا ورودي التاني مرة بيستغلوا غاز التجميد علشان يهربوا بيجري قرارهم الدفدع وبنعمه الشرير وبيوقفوا على المصورة بتاعت غاز التجميد واللي مسكت في واحد فيهم في الوقت اللي كان الفصل ما بين الشوتين جيه والمية اندفعت عليهم وهتغرقهم رودي بيعصب الدفدع التاني وبيخليه يشبك بلسانه في البوابة الحديد وبيستخدموا كده زي طرزان ما كان بيستخدم الحبل وينقذ بريتا وبعدها بيوقفوا المية قبل ما تغرق المدينة عن طريق غاز التجميد واللي عمل جدار كبير جدا من المية المتجمدة وكده بيقدر رودي ان هو انقذ مدينة الفران وبيبقى بطل بعدها بفترة ريتا كانت جابت مركب جديد ورودي قرر ان هو يفضل معها هي وعائلتها كم وصلت انهاية في الميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وعائلت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول